المناقشة المناقشة هذا الموضوع نضم إلينا في السوديو الدكتور علي عبد الرؤوف أستاذ التخطيط العمراني في جماعة حمد بن خليفة بالدوحة أهلا بك دكتور معنا بدءا دكتور ما تعرض له التقرير هو مصر الجديدة هل هذه المنطقة كان لها طابع خاص منذ إنشائها حتى بداية ما حدث فيها هل تم الحفاظ على هذا الأمر أم أن وجود ست كباري داخل هذه المنطقة غير دعني أبدأ أستاذ مجاهد أقول لحضرتك أن مصر بها مجموعة من أفضل خبراء التخطيط العمراني في العالم وعندهم قدرات فنية وتخطيطية ودراية بالمستجدات العالمية بصورة كبيرة جدا جدا قدرة من القدرات المهمة التي نفتقدها هي ما معنى التخطيط الموجه للمجتمع ما معنى أن تكون العملية التخطيطية تخاطب المجتمع وتخاطب الإنسان وجزء من تعقيد القضية أستاذ مجاهد له علاقة بفكرة عدم قدرتنا على التفريق وهذا حدث في العالم كله لكن العالم بدأ يتدركه بين الطرق السريعة المخصصة للسيارات وبين الشارع كفضاء عام يخاطب الإنسان ويحتوي مجموعة من الأنشطة التي تمتع الإنسان بحياته أصبح لدينا في المدينة العربية بصورة عامة وفي مدينة القاهرة بصورة خاصة ونموذج مصر الجديدة اللي حضرتك بتتكلم عنه واحد من أهم هذه النمازج توجه أنا بسميها أستاذ مجاهد تمزيق الكتلة العمرانية لأن هناك فرق كبير جدا بين أن الحي السكني أو الكتلة العمرانية يخترقها طريق سريع أو يخترقها كبري وبين أن تكون بها مجموعة من الشوارع الآمنة المظللة التي تعطي للإنسان حق التمتع بالحياة طيب بنموذج مصر الجديدة هل حرك شايف أنه في إطار التطوير لأنه سمي تطويرا فيما يتعلق به الطرق والكبار هل تم مراعاة البعد البيئي البعد المجتمعي كما قلت حدثك العالم كله ولذلك أنا بدأت حديثي وأنا مؤمن جدا بقدرات خبراء التخطيط في مصر أتمنى أن كلمتهم تبقى مسموعة العالم كله الآن يتوجه أستاذ مجاهد إلى ما يسمى التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام عشرات المدن في العالم تتحول إلى مدن خالية من السيارات الطرق السريعة الكباري أصبحت موضة قديمة لا تستخدم لأن الجهد التخطيطي الآن متوجه أكثر إلى كيف نخلق فضاءات للإنسان يتحرك فيها سيرا على الأقدام يتحرك فيها بالدرجات يستخدم مواصلات عامة آمنة وإنسانية ومحترمة التحدي الآن يا أستاذ مجاهد في وسائل النقل العام ليس أن يركبها الفقير أو محدود الدخل لكن وسائل النقل العام التي تخطب كل قطاعات المجتمع أعتقد أن الإشكالية الكبيرة في منطقة مصر الجديدة هي أنها تركز على السيارة خدمة السيارة وتركز أيضا على أنها حولت المنطقة إلى منطقة عبور من نقطة إلى نقطة بدون أن نفحص ماذا يحدث لهذا المجتمع الذي تخترق هذه المحاور وهذه الكباري لكن لو نظرنا من وجهة نظر أخرى ماذا عليه المخاطط أن يفعل في ظل تكد السكاني موجود بالفعل في مناطق تصل إلى مناطق هذا الكبري سيختصر الطريق بشكل كبير حضرتك بالذات في علم تخطيط الطرق هناك عشرات الحلول لتجنب مراكز التجمعات السكانية لأن كما قلت لحضرتك اختراق التجمع السكني لا يعالج يشوهه يتحول إلى منطقة غير آمنة معدل تضفق السيارات بيؤثر على حياة الناس وشاهدنا في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر كثير من الحوادث من خطورة عبور هذه الطرق إذن المتحكم في القرار التخطيطي في هذه الحالة عنده عشرات البدائل أن هذه الطرق يمكن أن تتحول هذه الطرق يمكن أن تتحرك السيارة يمكن أن تستمر في رحلتها خمس أو عشر دقائق إضافية لكن الإنسان لكي يعبر الطريق وتصبح حياته مهددة في منطقة الخطوعة أيضا كثافة استخدام الطرق وتقليل الرقع الخضراء وتقليل عدد الأشجار وتقليل إحساس الإنسان بمقياس الإنسان في حي السكن أيضا يتطلب تدخل كبير جدا طيب دكتور أنت حرك بدأت المدخلة بفكرة أن مصر فيها أفضل مخاطط العمران في العالم هل ترى أن ما يحدث يعني يترجم هذا الأمر أم أن هناك مشكلة أساسا في التخطيط بالنسبة لقدراتهم المعرفية وإطلاعهم على ما يحدث في العالم يعني لو أنا بقول لحضرتك هبراء وأساسة التخطيط في مصر هل يعرفوا ما معنى التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام هل يعرفوا ما معنى المدن الخالية من السيارات هل يعرفوا معنى المدن الإنسانية الصديقة للإنسان المدن الصديقة للمشاه بالقطع يعرفوها لكن التحدي الكبير هو أن يسمح لهم بإبداء رأيهم الفني وأن تكون أصوات هذه النخبة المتميزة من المخططين مسموعة لأن أنا عشانا أكون صادق مع حضرتك المشهد العمراني والتخطيط الحالي في مصر يشعرني وأنا مراقب جيد لما يحدث في مصر أن هناك اختفاء لهذه النخبة الفنية التخطيطية والجهد مبزول أكثر من أجل ما أسميه أنا سيطرة الأسفلت وهو خطر جدا في أي مدينة أن يسيطر عليها الأسفلت ويختفي الإنسان ويختفي اللون الأخضر طيب دكتور علي سؤال الأخير ليك فكرة يعني ما يحدث من تخطيط حتى وإن لم يكن على قدر جيد الأقاليم تخصيص النسبة الأقل للأقاليم يعني هناك اهتمام بالقاهرة بشكل أساسي فيما يخص الطرق عن الإنسان لكن أيضا فيما يخص نسبة هذه الطرق بالنسبة للأقاليم تعتبر نسبة 10% ده بعد آخر لقضية عدالة العمران أستاذ مجاهد لأن العمران أيضا به قيم العدالة وبالتالي لو اكتشفنا أن الطريق الذي يؤدي إلى الساحل الشمالي مثلا يتم تطوير عشرات المرات بينما طرق في شمال الصعيد أو في جنوب الصعيد حالتها صعبة جدا وبها حوادث وخلافه إذن حتى منطق التركيز على الأسفلت كعلاج ليس عادل هناك مجموعة من الطرق المهمة المرتبطة بعلية القوم المرتبطة بمقاصد معينة زي الساحل الشمالي أو العين السخنة أو خلافه عليها اهتمام شديد جدا جدا في الوقت أن حتى على مستوى الفكر التخطيطي إذا كان الطريق خدمة للمجتمع فهو خدمة لكل المجتمع من أول للقاهرة للفيوم لسهاج لأسيوت للمينيا لأسوان وأخلافه أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عبد الرؤوف أستقصد عمراني في جامعة حمد بن خليفة شكرا جزيلا لك شكرا المسايا مستمرة بعد الفاصل بقي في قراتينة وفيها العاصمة القطرية دوحة تفوز بصدافة دورة الأعلاب الأسيوية 2030 للمرة الثانية في تاريخها دورة الأعلاب الأسيوية المسايا مستمرة بعد الفاصل والمسايا مستمرة في 2030 هي دوحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر